اشتركوا في القناة شكل العدنة ونبدأ نعطيها شكلها شبه نهائي فراح اراويكم النبتة من جميع الجهات وبعدين راح اراويكم عن شكل مقرب التفرع اللي صار عندي بعد ما قلمت النبتة واللي كان اساس التقليم نفسه فعلى اساس بس نشوف التطور والفكرة من اللي كنا نبينسويه وبدايات النتائج نلاحظة هني في هذي الاغصان الجانبية اللي قلمناها فمثلا كان عندي هني هذي الغصن قطعناه وصار عندي ثلاث اغصان بدأت تنبت منه عندي هذي الغصن ايضا قلمناه وصار عندي واحد ثنين ثلاث اربع خمس خمس اغصان يديدة قاعدة تنبت من هذي الجهة نفسها فممكن نختار الاغصان اللي نبغيها ونرد نقلمها ونسوي يعني نبتدي بتفرع كثيف اكثر وتبتدي تمتلي النبتة اكثر نفس الشي صار عندي في هذي الغصن وهذي 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 في كل النبتة فنلاحظ ان بداية نمو التفرع او الاغصان تبتدي بنقط وردية او نقط حمرة اهني انا عارف ان هذي بدايات التفرع عندي في العدنة والفكرة ان احنا كل ما كان في اغصان اكثر وكثافة اكثر التزهير راح يملأ النبتة اكثر فهذه بداية فالحين عساس ان النبتة ترد تقوى راح نخليها ترد تكبر مرة ثانية الاغصان ترد تمتلي الى ان شاء الله الموسم الشتوي الثاني في نهاية السنة راح نرد نقلمها على اساس انه في شهر مارس او شهر ثلاثة تبتدي ترجع ترد تنبت من التقليم اللي راح نسوي ان شاء الله في شهر ديسمبر ان شاء الله او شهر اثناعش فنلاحظوا هنا حتى هنا داخل الاغصان دي لما قطعناه صار في اكثر من خمس نقاط تفرع وقعدة تزيد يعني فكل مكان راح نقطع راح يصير في تفرع في اي نابتة لما نقطعها يصير في تفرع فراح نخليها مثل ما ذكرت انها تنمو بعدين راح نرد نقلمها في شهر اثناعش شهر ديسمبر على اساس في شهر مارس او شهر ثلاثة السنة الياية ان شاء الله ترد تنبت فروع يديدة وصير في عندي تفرع اكثر وقصان اكثر اللي راح ان شاء الله تورد اكثر وتشيد لي ورد اكثر فهذه بداية السلسلة اللي راح اواصل اضيف لها فيديوات عن هذه العدنة فاتمنى ان استفدتم من هذه الفيديو البسيط والسريع اللي مجرد انتبعت نتائج التقليم وتشكيل العدنة واذا في عندكم اي سؤال عن هالموضوع او اي موضوع ثاني ممكن تتركونا في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم بسرع وقت ممكن واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الآخر في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة